اشتركوا في القناة طبعا رح ينتقل الكوكب عطارد من برج الدلو لبرج الحوت مساء يوم الخميس 2-3 الساعة 10-51 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يظل موجود في برج الحوت بحركة أمامية لغاية صباح يوم الأحد 19-3 يعني لغاية الساعة 24-24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل بعدها القمر من برج الحوت لبرج الحمل بالنسبة لكوكب عطارد كوكب عطارد معروف عنه هو المسؤول بتاثيراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة لصفاته فصفاته الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير تحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن من سلبيات ولما بكون منتحس بعطينا عصبية في أي مجال من مجالات حياتنا يعني ممكن يعطينا عصبية في البيت ممكن يعطينا عصبية في العاطفة مع الأحبة مع الزوج مع الزوجة يعني حسب وين بيكون موجود طبعا هذا اللي رح نذكره خلال هاي الحلقة خلال الفترة المذكورة اللي هي فترة مقوت العطارد في الحوت اللي هي ما بين يوم 2-3 لغاية 19-30 هاي الفترة ممتازة جدا بالنسبة لموليد برج الحوت لأنه هاي بتزيد من قوة الفكر عندهم والإدراك الجيد للأمور بتزداد رغبتهم في المطالعة الدراسة جراء اتصالاتهم القيام بسفريات ضرورية وبيستفيد معهم برضو موليد الأبراج الأخرى المائية يعني موليد برج الحوت هو مائي والسرطان مائي والعقرب مائي والأبراج الترابية اللي هي مثل برج الثور والعذراء والجدي لأنها هي أبراج ترابية هذولا أكثر ناس بيستفيدوا لأنه بيقع ببيوت قوية بالنسبة لهم وكذلك كل شخص حتى لو كان برج حمل أو كان برج دلو أو كان برج ثور ولكن لما انولدوا عطارد كان موجود في برج الحوت هذولا أكثر الأشخاص اللي بيستفيدوا بشكل كبير الأشخاص اللي بينولدوا وبكون عطارد أساسا موجود عندهم بالحوت هذولا عند بعطيهم قدرة على الإدراك وبرضو قدرة إنهم يتوصلوا لقرارات وبرضو تعطيهم قوة الحدث والإلهام وبكونوا متكلمين وخيالهم خصب جدا طيب بها الكلام الرغل كثير يعني عملنا مقدمة خلينا نشوف طيب إيش تأثيراته على جميع الأبراج برج الحمل بالنسبة لماوليد برج الحمل بما أنه عطارد رح يكون موجود في بيت المتاعب طبعا هو ما رح يزيد تعبهم يعني هو رح يكون تركيزه على الغيبيات على الأشياء المبهمة على الأشياء المجهولة بيزيد اهتمامهم بهذه المسائل وأيضا بعطيهم قدرة على التواصل مع الشركات أو المؤسسات الكبيرة اللي بتكون شركات دولية أو مؤسسات زي السجون زي المستشفيات هذه كلها تعتبر مؤسسات كبيرة برج الثور بالنسبة لماوليد برج الثور بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء بينشطوا مع أصدقائهم بينشطوا بعلاقاتهم الاجتماعية برضو بيقدروا يستفيدوا من علاقاتهم الاجتماعية وأصدقائهم بدعم أو معامل أو يخلصوهم أو يساعدوهم أو يحلوا مشاكل ما بين الأصدقاء في بعض زي مصالحة أو يتعرفوا على أصدقاء جدد برج الجوزة بالنسبة لماوليد برج الجوزة أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل ممكن يقنعوا المسؤولين بأنهم كفوا بمركزهم أو يقنعوهم بقدرتهم على إنجاز أعمالهم أو يلفتوا أنظار المسؤولون لإلهم فممكن يحصلوا على ترقية على ترفيع على شهر أكثر ممكن يجيهم عروض لعمل جديد تناسب وضعهم أكثر فأكثر برج السرطان بالنسبة لماوليد برج السرطان طبعا بينشطوا في مسائل السفر والاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب الأمور اللي إلها علاقة بالهجرة برضو الطلاب اللي بدرسوا جامعة بيستفيدوا في امتحاناتهم بيستفيدوا بدراستهم بيستفيدوا بعلاقاتهم بينشطوا بالفترة هاي بكل هاي المجالات برج الأسد بالنسبة لماوليد برج الأسد طبعا أفكارهم بتركز على الأمور المالية المشتركة يا إما قروض ديون حل مسائل مالية يعني هبات مصالحات ميراث عملية إقناع عملية مفاوضات لحل مسألة مالية إقناع الطرف الآخر بمشروع أو فكرة الحصول على دعم معين يعني كلها بتتركز على هاي المسال برج العذراء بالنسبة لماوليد برج العذراء طبعا هنا هي بتركز على بيت الشراكة اللي العلاقة بتبادل الأراء والأفكار مع الشركاء وإقناعهم بوجهة نظرهم أو إنهم بيشوروا على شركائهم بإنهم يعملوا أشياء بتكون لصالحهم أو حل مشاكل قديمة بيحاولوا إنهم يرجعوا لاتخاذ قرار جديد فيها أو حلها فبيدافع عن نفسه بشكل قوي وخصوصا مع شركائه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتفيدهم أفكارهم مع زملائهم بالعمل ممكن أنه يوطدوا العلاقة مع الزملاء أو يقنعوا زملائهم بالعمل فكرة معينة أو مشروع جديد أو حلول لبعض المسائل اللي بتكون متعثرة أو يحلوا مسألة إلها علاقة بالعمل كان صعب إنها تنحل بالسابق أو ممكن يجيهم عرض عمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا بينشطوا في الأمور الأدبية بعملية حث أولادهم على الدراسة بينشطوا بالبلاغة بالفصاحة بالروح الدمثة نحن نسميها بالتعامل مع الغير وبرضو حتى إقناع الأحبة بوجهة نظرهم أو ممكن يعترفوا بحبهم للحبيب أو معجبين مثلا شخص معجب وحده مش قادر إنه يعبر لها ولكن الآن بيجي القدرة على التعبير على هاي الأمور نشطات عالية عندهم وبيت ترفيه وتغيير الجو برضو برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا أفكارهم رح تتركز على أمور الهلاقة بالعقارات والبيت والعائلة يعني يا إما بيكون عندهم عقار مش يدرين يبيعوه هسا ممكن يقنعوا أي شخص يشتري هذا العقار أو بينشطوا بعملية استئجار بيت أو بيع بيت أو حتى صيانة ديكور أشياء من هذا القبيل وأيضا بالمناسبات العائلية وممكن يكونوا طرف لحل مشاكل عائلية أو مصالحات عائلية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي من الدراسة والمطالعة والامتحانات لأنه عندهم قدرة استيعاب علي وأيضا الحظ بيدعمهم في هاي المسألة وبرضو بإمكانهم أنهم يمارسوا هواية وبعض موليد برج الجدي ممكن يشتروا يا سيارة يا أجهزة إلكترونية بالفترة هاي بتصير رغبتهم أكثر برضو بينشطوا بالسفر القصير اللي هي السفريات اللي شمتها وسياحة أشياء من هذا القبيل اللي برضو بتدعمهم بشكل قوي برج الدلو بالنسبة لها موليد برج الدلو طبعا هنا التركيز رح يكون على أفضل السبل لكسب المال الطرق الإيجابية أو الطرق اللي ممكن يحصلوا منها مكاسب أو يحلوا مسائل مالية هي الفترة هاي اللي رح ينشطوا فيها بشكل كبير واللي رح تعطيهم مجال يحصلوا مكاسب مالية من خلالها برضو اقنع أطراف بشراكة مالية أو دعم مالي أو حتى اقتراض مالي بالفترة هاي بتكون لصالحكم برج الحوت بالنسبة لما موليد برج الحوت طبعا بيشعروا بقوة الفكر والإدراك الجيد على إقناع الغير بأداءهم وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات يعني على كل المجالات اللي احنا ذكرناها من إيجابيات طبعا هاي الفوائد كلها رح تيجي لما وريد برج الحوت فعندهم قدرة على الإقناع سرعة البديهة الممتازة رغبتهم بالتنقلات والاتصالات وتعزيز الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل والاتصالات رح تكون ممتازة وأيضا بالسفريات وأمور إلها علاقة مثلا بالهجرة أو الفيزا أو الأمور هاي برضو بتكون فترة ممتازة لإلهم هيك بنكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء